تعاني إسرائيل حالة من التخبط الداخلي بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة وذلك في ظل تضارب وجهة النظر حول جدوى استمرار الحرب يأتي ذلك في ظل عدم تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهدافه التي أعلنها قبل بدء غزوه البرية لقطاع غزة ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل لإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة وما تسبب فيه من مأساة إنسانية واسعة نطاق وغير مسبوقة ربما منذ الحرب العالمية الثانية وبينما تتزايد هذه الضغوط الخارجية تبدو إسرائيل في حالة من الاهتراء السياسي في ظل تزايد النداءات المطالبة بوقف الحرب وتفضيل إعادة المحتجزين عبر التفاوض وإعادة الجيش الذي يعاني جراء المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في غزة تآكل الجبهة الداخلية في إسرائيل أمر بات واضحا للعيان قلال الأيام القليلة الماضية وزاد من وضوحه ما تفرضه وسائل الإعلام الإسرائيلية من وقت لتأكيد ذلك إذ أكدت رفض عدد من الجنود المصابين في معارك غزة زيارة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لهم في المستشفى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تفوقه على نتنياهو في أي انتخابات مقبلة أقر بخطورة الموقف الداخلي وشدد على أن إسرائيل تواجه تحديا غير مسبوق منذ إنشائها لافتا إلى أن استبدال رؤوس الأذرع الأمنية في وقت الحرب يضر بالأمن صحيفة هارتس الإسرائيلية بدورها قالت إن الجيش الإسرائيلي وبعض المحللين يقدمون صورة خاطئة عن طبيعة سير المعارك في قطاع غزة من خلال الإعلان عن القضاء على الآلاف من مقاتل حركة حماس وأضافت الصحيفة أن معظم القتل والجرحة في صفوف الجيش الإسرائيلي سقطوا جراء تكتيكات عسكرية فعالة من مقاتل حماس مشيرة إلى افتقار الجيش الإسرائيلي للحلول السريعة لمواجهة مثل هذه التكتيكات وسعي كبار مسؤول المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل إلى تصوير الحرب على أنها انتصار كبير قبل أن تتضح معالم هذا الانتصار المزعوم على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر